يقوم الجهاز الإداري لفريق القرى الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم بتجهيز مباراة ودية للفريق خلال توقف مسابقة الدور العام وكان الجهاز الفني للدرويش بقيادة الأسباني خوان كارلوس جاريدو قد طالب بضرورة الاتفاق على إقامة لقاءات تجريبية ودية من أجل الاستعداد الجيد لاستئناف مسابقة الدوري ومن المعروف أن لجنة المسابقات برئاسة عامل حسينكا قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد فيوتشر وفارقه في إطار الجولتين الثالثة والربعة لأجل غير مسمى وعلى جانب آخر منح مدرب قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي ومدرب الأنشطة الريادية مهلة لمجلس الإدارة حتى غدا الخميس لصرف رواتبهم الشهرية عن التلاسة أشهر الماضية ورغم محاولات مجلس الإدارة برئاسة المهندس سياحة الكومي في منح فرصة أكبر للتصرف في دفع رواتبهم المتأخرة إلا أن هناك إصرار من المدربين وأنه في حالة استمرار تعنت الإدارة سوف يمتنعون عن حضور التدريبات وعدم المشركة في دور القطاعات الخاص بالناشئين ترجمة نانسي قنقر